افتتحت الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين النسخة الثانية من مهرجان إنجاز البحرين لشباب بحضور سعادة السيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بهذه المناسبة قالت الشيخ حصة بنت خليفة إن مهرجان إنجاز البحرين يوفر للشباب منصة تسلط الضوء على إمكانات وقدرات الجيل المقبل من قادة الأعمال والمبتكرين والمبدعين البحرينيين مؤكدة أن استضافة المهرجان للمرة الثانية هو جزء من خطتنا وتطلعاتنا لتمكين الشباب البحريني وعدادهم لسوق العمل وأشرت إلى أنه ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان قامت لجنة التحكيم بتقييم وترشيح الشركات المشاركة للتآهل لمسابقة الشركة الوطنية والتي ستقام في شهر يوليو القادم لتعزيز المهارات الريادية للشباب البحريني وخلق فرص عديدة في سوق العمل وتحفيز الاقتصاد وأعربت الشيخ حصة عن فخرها بنجاح الطلبة وما شهده المهرجان من نجاح باهر وامتنانها لجميع المشاركين والمساهمين في إنجاح هذه الفعالية هذا استقطب المهرجان أكثر من خمسة ألاف زائر على مدى يومين متتاليين وذلك في سبيل بناء جيل متمكن من رواد الأعمال الشباب المستعدين لخوض غمار سوق المال والأعمال كما استضاف المهرجان سوقا مفتوحا عرضت فيه 60 مشروعا طلابيا من 31 مدرسة ثانوية وتسعي جامعات حيث عرضوا أبرز منتجاتهم وخدماتهم إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية